أفدى مراسل الميادين في جنوب لبنان بإطلاق صلية صواريخ من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في رأس النقورة بالجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة وضف مراسلنا أن صفرات الإنذار دوت ثلاث مرات متتالية في روش هانيقرا بالجليل الغربي فيما قالت وسائل إعلام الإسرائيلية أن القبة الحديدية اضطردت بعض هذه الصواريخ الثقيلة التي أطلقت من لبنان مراسل الميادين فاد أيضا بإطلاق نيران مباشرة من لبنان باتجاه هدف عسكري إسرائيلي في ليمان بالجليل الغربي وبإطلاق رشقات صاروخية باتجاه هدف إسرائيلي في إصبع الجليل من جنوب لبنان مراسل الميادين الزميل حسين السيد مرحبا حسين يعني آخر التطورات في جفة جنوب لبنان على مستوى نشاط المقاومة وعملياتها ردا على استهداف المدنيين نعم مروان يعني آخر التطورات منذ دقائق رصدنا إطلاق رشق صاروخية من لبنان باتجاه إصبع الجليل التي أطلقت من جنوب لبنان باتجاه هذه المواقع الإسرائيلية وطبعا كنا قد رصدنا صباحا إطلاق أيضا رشق صاروخية باتجاه موقع إسرائيلي في الجليل الغربي أعلنت المقاومة أنها قصفت ثكن أو مقر قيادة مستحدث في ليمان بالقذائف المدفعية بعدها وهذا المقر الذي يقصف عادة وقبل أيام تبنت المقاومة حقيقة عملية باستخدام الطائرات المسيرة الإنقضاضية باتجاه هذا المقر أيضا وكانت أيضا كتائب القصام لبنان قصفت هذا الموقع أو ثكنت ليمان برشق صاروخية كبيرة سابقا ردا على اغتيال الشهيد صالح العروري إذن المواجهة هنا في جنوب لبنان لا تزال مستمرة الصواريخ لا تزال تسقط على المواقع الإسرائيلية انطلاقا من جنوب لبنان ونحن نتحدث عن فشل مستمر للقبة الحديدية في صد هذه الصواريخ حقيقة جزء كبير أو عدد كبير من هذه الصواريخ يصل إلى هدفه كما رصدنا في الجليل الغربي يعني الصواريخ أو القذائف المدفعية التي أطلقت من لبنان كما علمنا كان عددها نحو 14 قذيفة القبة الحديدية حاولت اعتراض هذه الصواريخ باطلاق نحو 8 إلى 9 صواريخ من الدفاع الجوي ولكن معظم القذائف التي أطلقت من لبنان وصلت إلى هدفها واليوم منذ دقائق أيضا كما قلنا رصدنا اطلاق هذه الرشقة الصاروخية باتجاه المواقع الإسرائيلية في إصبع الجليل وأيضا معظم هذه الصواريخ وصلت إلى أهدافها بالحديث عن الاعتداءات الإسرائيلية حتى الآن نفذ العدو الإسرائيلي عددا من الاعتداءات باستخدام المدفعية تحديدا على أطراف عدد من المناطق تحديدا نتحدث أطراف النقورة أيضا كان هناك استهداف لأطراف الضهيرة قذيفة من دبابة إسرائيلية استهدفت منزلا كان مستهدفا في السابق في عيت الشعب وأيضا كان هناك استهداف عبر المدفعية لأطراف بلدة يارون جنوب لبنان إذن هذه أبرز الطورات على طول خط المواجهة هنا في جنوب لبنان مع شمال فلسطين المحتلة طبعا نحن معكم مروان لإفادتكم بأي جديد يحصل على هذه الجبهة